اي نعم يعني انا هرد على الروف طيب بداية امتد لوك عتقول انه انه الاسمان جمع على حرف واحد وانه الاحرف الستة مش موجود وعتقول انه ده تحريف وده مشكلة طيب انا اه هروح فين دلوك من الروايات اللي هي لا تجتمع امتي على ضلالة اجيب لك الروايتين اخي كريم قبل لا تجتمع امتي على ضلالة راح اردها عليك بطريقة راح يعني اخليك الان ممكن تكفر بدين السنة ممكن اصير ملحد ان شاء الله قبل ما نفتح هذا الموضوع اين الاحرف الستة موجودة ولا ما موجودة بسرعة بسرعة ما موجودة صح مش موجودة فالاحرف الستة ما موجودة طيب الان ننتقل للنقطة الثانية امتي لا تجتمع على ضلال صح لا امتي لا تجتمع على ضلال طيب كيف تفسر هذا حينما احرقوا ستة وثلاثون الف آية انت كيف تفسر افسر هذا المدين مش ضلال لما الرواية باضحة اسقط الرواية مثلا ما قلنهم ضلوا كل عملة دي اكيف تفسرها يعني مثلا مثلا انا مريد اغير الموضوع يعني انت الامة ما اجتمعت على علي وتقاتلت الامة بين علي وبين عائشة ثم بين علي وبين معاوية والمسلمين كل شوي عندهم معركة طيب الآن امتي لا امتي pessoa لم يجتمع السيسي ضد اثيوبيا والسعودية ضد الكويت والكويت ضد عمان وأمان ضد العراق وأردن والأردن ضد مع فلسطين فلسطين ضد العراق موجد السيسي تجتمع على الدين يعني مثلا الأمة نصها يحب الكبار بيات كهرباء نصها يحب الكبار بيات لا 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 مو هذا قصدي يعني مثلا الآن مذاهب أربعة إلى الآن صار مشاكل بالرؤية الهلال السعودية تفتي برؤية الهلال والمغرب ما تفتي مع العلم الأثنين أمة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف النبي قال لا تجتمع أمتي على ظلال وما قادرين يحددون الهلال أنت مش فاهم هو دي مش اجتماع يعني لما يجتمع لما الأمة يجتمع أنه بكرة بكرة أول يوم فرمطان يبقى خلاص بلا شكل بكرة أول يوم لو ما اجتمعوش رواية ما لهاش علاقة هيا تقول لك لو اجتمعوا فدمش الظلال أنت جنابك الكريم تقول أن اجتماع الأمة على حرق ستة وثلاثين ألف آية هو اجتماع ليس على ظلال صح؟ صح شكرا لك هاي عاشت إليك طب الزيت طب ماش ما أنت أسقط الرواي لا خلاص مية مية أنت بعد الدور يعود لعقلك شوف أنا من أناقش السنة في تحريف القرآن أو في إشكالات على نبيهم أو على عائشة دائما أوصل المرحلة تكون هذه المرحلة أنا أخرج وأترك الموضوع بين السنة وعقلة يعني مثلا أنا يوم اللي أثبت للسنة من كتبهم أن عائشة فاحشة وادخ الرجال ويجنبون ما وووووو بالنتيجة هو ماذا سيقول لي سيقول لي هذه زوجة النبي وعرضة ولكنها مثلا سوت حرام مثلا أنا للأنصاف بهالي الحالة أطلع بعد ما قدر أتدخل أكثر ليش أنا اللي علي كسرت عائشة أمامي هو رقحها بشي ثاني انه هي عرضه وزوجته فهو بعد بينه وبين نفسه كيف يعني بينه وبين نفسه هو بالبيت يفكر لازم يشغل عقله انا اخذ 70% من عقل السني 80% انا ما عندي مشكلة لكن 20% لازم هو يشغلها لازم لازم وإلا لن يصل الى حقيقة ما معقوله انا اتحكم به انا ممكن بيوتر حتى اتحكم بعقل السني انا اتحكم 80% ايه اثبت لك عائشة فاحشة من كتبك انت تورد علي تقول لي زوجة وعرضه طيب مو مشكلة روح ببيتك ارتاحة والنس اشرب لك كباية شاي وانت اجمع كيف عرضه وزوجته وكيف كانت تسوي حرام انت بذاك الوقت راح اعخلك يطاقق 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 الى ان يوصل الى نتيجة مسألة القرآن الذين الذين ازعشتم به الناس على انه كامل انا اليوم كسرته لاحظ هاي كلمة جدا قوية كسرته كسرت كلمة ان القرآن كامل ليش لان احرق منه 36 الف آية يكفي انه انا اسمع منك انت كسني ان الام لا تجتمع على ظلال وقد احرقت 36 الف آية هذا يكفي بالنسبة لي انا كسرت كسرت ان القرآن كامل كسرت ان القرآن محفوظ كسرت القاعدة انت الان ترد علي تقول لي كيف الام لا تجتمع على ظلال انا الان اطلع انسحب للانصاف انا انسحب اقول لك اذهب انت الان مع عقلك تعارك اعمل مخاصمة كبيرة مع عقلك في كيف القرآن ناقص مطعون به محرف محرق وكيف ان الام لا تجتمع على ظلال انت روح بينك وبين نفسك اجمع انت في موضوع عائشة مفيش روايا في الموضوع اللي انا جاي يقول لك ليه في روايا يعني مفيش روايا عاي تقول لك ده وبالتالي عائشة انت لو قلت فيها زي كده لو قلت مثلا انه في روايا انه هي عملية حاجة وحشة ففي روايا مقابلعتين في الموضوع ده انما في القرآن في تحريف لا في روايات قالت عائشة وحشة واتدخل رقالة ويجنبون وتتكلم بالأعضاء التناسلية الان مريد ان غير الموضوع انت الان يكفي انه انت اعترفت ان القرآن ناقص محرقة منه ستة وثلاثون الف آية انت رديت علي ان الام لا تجتمع على ظلال هذا مو دوري بس اسمعني اسمعني لو سمحت اسمعني انا انا الان سمعت من عندك انت كسني سمعت من عندك ان القرآن احرق منه ستة اجزاء ستة وثلاثون الف آية وهذا اعتقاد بالنقص والنقص تحريف انت قلت الام لا تجتمع على ظلال هذا الشيء راجع انت بعد بينك وبين نفسك انت رقع هذا الفتق الذي فتقه القريشي في دينك كيف سترقع ان الام لا تجتمع على ظلال وقد احرقت كتاب الله الذي ينهاهم عن الظلال انت بعدين مكتبه هي الرواية داع ترور مش محتاجة ترقيع عصر الرواية مش محتاجة ترقيع اما ما جرى يحتاج ترقيع يعني اضرب لك مثال ثاني اخي كريم الصحابة العشر المبشرين بالجنة مثلا مثلا تسمعني انا يوم اللي اجي اقول لك ان الصحابة العشر المبشرين بالجنة ليسوا بالجنة بل انهم بالنار جيد ما عدا الصحابة عليك انهم بالنار تقول لي كيف اقول لك ما عندي دليل هم كفار لعنت الله عليهم تقول لي انت مو عندك دليل الدليل يقول ان ابو بكر في الجنة عمر في الجنة عثمان بالجنة طلحة بالجنة الزبير بالجنة علي بالجنة ابو عبيدة بالجنة صح لو انا غلطان صح انا ماذا افعل انا اروح اتخلك من طريق ثاني وهو اقول لك تعال ايها السنة يا من تملك عقلا جميلة انت تقول ان الصحابة العشر المبشرين بالجنة كلهم بالجنة اشرح لي كيف ان علي انقتل اثنان من صحابة المبشرون بالجنة قاتلوه ورفعوا السلاحة في وجهه وذلك ما حصل في معركة الجمل مع الطلحة والزبير اه مبشرون بالجنة يقتلوا مبشرا بالجنة انت هنا تحتاج الشغل عقلك ما يصير ترد علي بتقول لي والله انا مليش دعوة ان سيدنا علي اتل طلحة او سيدنا علي اتل الزبير وده مبشر بالجنة وده مبشر بالجنة انا مليش دعوة انا عندي حديث اهل ان دول مبشرين بالجنة اذا تتعامل بهذه الطريقة محترماتي اليك كانسان فهذه طريقة انسان قاف العقلة اشبه بطريقة الحمير اذا تتعامل بطريقة الادلة فهناك غلط بالموضوع كيف مبشرون بالجنة واحد يقتل الثاني هذا المثال بالضبط على تحريق القرآن كيف لا يجتمعون على ظلال وقد وافقوا على حرق كتاب الله اما حديث ان السنة الصحابة حرقوا ستة وثلاثون الف آية كذب وهذا صعب لان الاحاديث متواترة مستفيضة على ان الصحابة احرقوا ستة وثلاثون الف آية واما ان حديث امتي لا تجتمع على ظلال كذب وضعه السنة حتى يرقعوا فضائحهم انت تحتاج هنا شغل عقلك مو آني انت انت تحتاج تشوف وين الخلل اللي وصلك الى مرحلة مخزية امام الناس ما بين قرآن محرف واما لا تجتمع على ظلال هاي شلون ما بين صحابة مبشرين بالجنة واحد يقتل الثاني هاي شلون انت هنا تحتاج شغل عقلك اذا ما شغلت فانا ما لي نقاش معك انا دوري اسقطت المبشرين بالجنة واسقطت القرآن بالتحريف امامك انا دوري انتهى انت لازم تروح تشغل عقلك كيف يجتمع هذا مع هذا كيف يجتمع هذا مع هذا ارجو ان يكون ان شاء الله كلامي واضح لك وحدث رسالة لنح waiting يعني الناس